مرحبا برج الحمل اهلا فيكم في القراءة العامة لك القراءة تصلحك الطالع والشمسي وايضا القمري او اي كوكب عندكم موجود في برج الحمل لازم انت لتشوفون القراءة وتحددون اذا تنطبق عليكم ولا لا هذه المرة القراءة عامة لان راح ننظر الى الجوانب العملية من حياتك وايضا حتى بشكل سريع الجوانب العاطفية باخر القراءة راح نشوف شنو بتكون لك المفاجأة اوكي ثلاثة الخماسيات تقريبا كل الامور قاعدة تمشي لمصلحتك وان كنت انت حاليا قاعد تقول لحد الان في بالي مشاريع او في بالي نتائج معينة ما حصلت لحد الان انتظر اموال انتظر يأتيني مردود على الاقل اوكي الموضوع يبقى لشوية تصبر لان كل العوامل بلات الخماسيات هذا الكار تقول لنا ان كل العوامل قاعدة تجتمع الحين تعمل لصالحك مو عاكسك الطاقة متوفرة انت شلون تستخدمها يا برج الحمل انت شلون تسخرها من اجل نفسك ومصلحتك اهني اللي يفرق ان ليش في بعض الاشخاص من برج الحمل خلال هذا الشهر راح يكونون جدا مرتاحين ماديا وبعضهم يعيشون مثلا في نوع من عدم الاكتفاء وعدم الرضا الطاقة متوفرة هذا هو شهر تجميع جميع الموارد واستخدامها بافضل شكل ممكن مو شهر للصرف ترى لما شكت لات الخماسيات معنات ان اكثر من ضرورة في حياتك راح يستاهل انك تحط اموالك فيها في المكان الصحيح عشان تعطيك المردود على المدى الطويل يعني لا تصرفها في مثلا اشياء ثنوية او ما لها داعي تجنب المصاريف الغير الضرورية عشان تحطها في اشي اهم الاشي اللي راح تولد لك اموال اكثر هذا هي طاقتك بخصوص الاموال خلنا نشوف جانب الوظيفة اللي منكم الحين يعملون او اصلا هم موجودين في وظيفة البرج راح يصير اللي ما تتوقعه في الوظيفة يمكن يصير نوع من بس شيء ما يخصك انت بشكل مباشر شيء مو انت مسؤول عنه ولكن احد ثاني يقوم فيه مثلا انه يصير نوع من الاختلاص يصير نوع من ام رغبة احد زملاء العمل بالسفر من اجل العلاج او الخروج ترك العمل فانت هني تقع عليك المسؤولية خلال 1 شهر في الوظيفة لانه راح يصير فيه خروج مفاجئ من بعض الاشخاص خروج مفاجئ اختلاص مفاجئ تغيير مفاجئ في مكان العمل خلنا نشوف الحين جانب المشاريع اللي منكم يملكون بيزنس اوكي طلع عندنا كرتين طرحهم مع بعض خمسة السيوف هذا الكرت يقول لك يا برج الحمل يا عزيزي ما تقدر تستعجل على النتائج المرضية نستمد هاي الطاقة من طاقة النصيحة هني لامورك المالية في امور معينة انت عارف شلون تبت مشيها في البزنس وعارف شنو مصلحتك ووين مصلحتك ما نختلف على هذا الشيء ولكن الاستعجال او محاولة انك مثلا تتهم اوكي بسرعة حتى وان كانوا عندك موظفين بما ان انت صاحب المشروع اوكي او عندك شركاء في المشروع الاتهان السريع الاستعجال السريع طاقة محاولة انك تصلح الامور بسرعة خلال هذا الشهر ابدا مو من مصلحتك وانما الصبر والتريث والانتظار ان انت تطول بالك على الناس اوكي محتاج جدا طاقة النفس الطويل مع البشر والنتائج خلال هذا الشهر واللي بعدها ثمانية الخماسيات ولكن مثل ما شفته طلع معكوس لما يكون معكوس معناته انه ابدا مو معناته ما حسيني ان طاقته سلبية وانما طاقته هني قاعدة تقول لك انت بدل ما تستعجل اوكي في بزنسك على النتائج انت لازم تحاول تغير 180 درجة في طريقة ادارتك للبزنس لازم يكون في شفت لازم يكون في نقلة نوعية لطريقة ادارتك للبزنس اذا انت محتمد مثلا على موظف واحد لازم تزيد الموظفين اوكي لازم تقلص على الموظفين لازم يكون في تغيير يتناسب مع طموحك فهني كأنما النصيحة لك في البزنس لانت انت انتقل من طاقة الاتهان طاقة اللي ليش ما مشيتي الامور على المزاجي لان برج الحمل اه هو البوس او الرئيس بطبيعته يحب المبادرة اوكي محتاج ان انت تغير لما يكون هذا الكرت معكوس يقولك ابتعد شوي عن البزنس انظر له من وجهة نظر محايدة اوكي وقل في نفسك شمي محتاج اسوي عشان احصل النتائج هل محتاج اني اضغف اموال اغير في الديكور لان اشوفك اهني في هذا الكرت منغمس جدا في العمل منغمس في الادارة الروتينية بشكل يومي بحث انك ما قاعد تشوف النظرة العامة ما قاعد تشوف الصورة العامة لبزنسك منغمس في التفاصيل ابتعد شوي عن التفاصيل عشان تتضح لك الرأيه دعونا نشوف الحين الدراسة يا برج الحمل ايضا كرتين طاحة وما بعض اول كرت الخماسي الاول ولكن طلع مقلوب واللي وراه ثلاثة الاكواب ولكن طلعت مقلوبة ما احسي هنا من طاقة عكسية ولكن احس ان ان دائما كنت يا برج الحمل متعود انك تكون مثلا رئيس على رئيس او متفوق في مكانك الدراسي في الفترة القادمة رح تنحط في مشروع تنحط في مسئولية امام مسئولية تطلع انك تثبت في مهاراتك وجدارتك ولكن بعيدا عن المجموعة بعيدا عن الصف الكلاس الاشخاص زملاء الدراسة تطلع خلال هذا الشهر انك تنفصل عنهم تبتعد عنهم حتى مساعدتهم لك رح تكون بعيدة ما رح يقدرون يساعدونك مثل ما انت تعودت وانت بعد ما رح تقدر تساعدهم فيه هنا انفصال عن الناس في محيط الدراسة محتاج في الفترة القادمة ان انت تركز على نفسك وتعتمد على نفسك لانه هذه هي الطاقة الموجودة امامك برج الحمل من الابراج الاجتماعية اللي يحب ان يسوي الشي مع الناس وهذا عكس شوية طبيعتك فرح في الدراسة رح شوية تضطر انك تطلع عن الكمفورت زون او الطاقة المريحة المعتاد تضطر انك تطلع عن المعتاد احتمال هنا ان بعضكم قاعد اشوفوا اقدم شي خاص فيه في الدراسة شهادة ماجستير اوكي رسالة معينة تقرير معين ولكن التقييم رح يحسب فيه يحسب فيه فرديا وان كنت انت في مجموعة او مضطرة قدمة فرديا شي تبي فركز على نفسك في الدراسة في الفترة القادمة وما عليك هنا طاقة تقول لك ما عليك من زملائك وما عليك حتى من اللي يشتغلون معاك في المشروع في الدراسة مثلا تقول انا نتائجي انا اشتهد اكثر منهم ليش اهمة يحصلون نفس النتيجة ما عليك على المدى الطويل ما رح تكون نفس النتيجة على المدى الطويل ما رح تحصلون نفس الامتيازات اوكي احين خلي نشوف الباحثين عن عمل ثلاثة الخماسيات العمل الباحثين عن عمل طبعا الطاقة المتوفرة امامكم دائما ان ما تكونون قاعدين في البيت تتضرون العمل يدق عليكم الباب ان انتو تبتدون تسعون لان الطاقة المتوفرة مشروطة بسعي اوكي اهني عندكم ثلاثة الاخصان العمل اللي راح يأتيكم كأنما حس انه مو مش عاجبكم لان انتو حين في مكان مريح تعودتوا عليه منطقة دولة معينة والعمل اللي راح يأتيكم راح يكون بعيد تضطرون فيه ان تسافروا لدولة ثانية انه تهاجرون تغتربون احسنين مطاقة برج الحمل يقول بينه وبالنفسه ما اتمنى اني اتغرب وابتعد عن اهلي اريد ان الفرصة تكون متوفرة امامي في نفس المكان اللي انا عايش فيه مع اهلي فرصة العمل فرصة الدراسة اوكي خلا نشوف الحين الحياء العاطفية يا برج الحمل ام نشوف توافقك مع الشريك في الفترة القادمة خلال شهر سبتمبر اوكي فرصة الاكواب خلا نشوف معه ايضا كارت واحد القمر طبعا خلال هاي القراءة راح تكون سريعة فما اقدر اني احدد هل هي قراءة منفصلين او مرتبطين او حتى عزاب ولكن الزبدة بشكل عام ان فيه عرض راح يأتيك اعتذار مبادرة اوكي من الجنس الثاني احتمال حتى من الشريك ولكن المبادرة احساني لها دوافع خفية لانه وراها كرت القمر شريك كأنه ما يحاول بشكل غير مباشر يتقرب منك ولكن عنده شي معين في باله مثلا يتقرب منك عشان يتحكم فيك يتقرب منك عشان ياخذ شي معين منك شخص جديد ممكن يكون او حتى الشرك فانت لازم تكون جدا حذر واعي تحلل اي عرض اي فارس يأتيك في كوبة في الفترة القادمة لازم تكون واي تحذر في تحليل طيب نيتها تخلف في مستوى النية مثل ما نحين تتارو يقرأ الطاقة على مستوى النية مو على مستوى الافعال اوكي نفس الشي لازم تسوي نفس الشغلة ان انت طبيعتك طيب ولكن مو اي شخص اترحب فيه وتدخل حياتك ومو اي شيء يصير حوالك تقتنع فيه بسرعة هذا في حياتك العظفية واللي ما عنده شريك ينتظر قراءة موصفات الشخص القادم في طريقك القادمة ان شاء الله بسويها خلنا نجو بحين اخر شيء الصحة شن عندك في الصحة سبعة الاكواب اعراض كثيرة انت مش وافق شنو السبب احس ان عندك اعراض يمكن عطش الذهاب للحمام بشكل مستمر اوكي الم في الخاصرة الم في الظهر ولكن هني احس برج الحمل انا لما يكشف لما يذهب الى الطبيب يحلل ما يطلع فيها اي شيء فهني اهو يستغرب ان ليش عايلي يأتيني هذا الالم ليش تأتيني هاي النغزات في مثلا في خاصرتي او في مكان معين ليش عندي هالصداع حتى اعراض خلنا نشوف اتوقع هني بما انه عندنا طاقة الاكواب السبب متعلق بكمية السوائل اللي في جسمك شيء خاص السوائل وحتى في الحياة العاطفية عندكم فارس الاكواب باحتمال انكم تتعاملون مع شخص عند نكرت القمر برج الحوت هذا فارس الاكواب حوت عقرب او سرطان يعني برج مائي اخر شيء نشوف الامور القانونية هيا برج الحمل اذا عندك اي امور متوقفة في النظام القضائي النجمة ولكن معكوسة طاحت مقلوبة هاي الكرت لما يكون الكرت معناتها امل او لحد الان في تسوية رح تكون في الموضوع عشر الخماسيات كأنما اشوف هنا برج الحمل اذا عندك قضية موجودة حاليا الطاقة تقول لي ان الشخص اللي غلط مثل ما نقول احنا القانون لا يحمي المغفلين الشخص اللي ما كان عالم بخطايا الامور ودخل في الاتفاق دخل في الزواج دخل في الشراكة اهو اللي رح يبطر يتحمل النتائج سواء انس سواء الطرف الثاني اللي كان جاهل اهو اللي رح يبطر يتحمل اوكي ما رح يكون فيه اي نوع من التسوية في الفترة القادمة لانه عندنا كرت النجمة وهو الامل طلع معكوس يعني الرسالة هني ما فيها واحد اثنين الرسالة فيها هني عبئ وتحمل لمسئولية وتحمل لمصاريف وتحمل حتى لمثلا عملية جراحية فشلت شي معين فشل رح يصير فيه تحمل تبطر انك انت او الطرف الثاني يتحمله على حسب من اللي مو في نظرك انت من اللي غلط في نظر النظام القضائي من اللي غلط من اللي وافق وكان لازم ما يوافق اوكي خلا نشوف الحين ما هي الطاقة اللي رح تتحداك طاقة التحدى خلال شهر سبتمبر طويت كرتات طاحة ما علش الكرتات هذه يديدة عشان تبقي غرب الله اوكي اوكي اخر واحدة طاقة التحدي خلال هاد الشهر يا برج الحمل في ذكريات من الطفولة حنين للطفولة اذا تلاحظ من بداية القراءة العامة لهذا الشهر من بداية امور الاموال كان التحدي هنا في الطاقة ان انت تخرج عن المألوف حتى في الدراسة تخرج عن المألوف تخرج عن حتى انك تكون يا برج الحمل تحت ظل احد او حتى احد تحظن لك ما عاد في ضلال خلال هذا الشهر هذا هو التحدي انا لا عاد تشوف هاي الطاقة ان انت ما تقدر تكون في مجموعة خلال هذا الشهر ولا تعمل مع المجموعة ولا تستمت طاقتك من المجموعة فهني يقول لك التحدي ان شيء بخصوص الطفولة شيء انت متعود عليه ان دائما تكون مثلا طفل وحيد والحين بيكون في ناس حولك او العكس انك دائما متعود ان في امور معينة تمشيها بطريقة روتينية انت اللي تقرر فيها الحين شلون التحدي امامك خلال شهر سبتمبر شلون تكمل حياتك وتعيش وتنجح وفي نفس الوقت اشخاص وايد ما رح يتعاونون معك ممكن اخوانك ممكن اهلك اوكي هذا هو التحدي خلنا نشوف الطاقة اللي رح تكون حليفتك خلال هذا الشهر يعني بالمختصر المفيد حق اللي ما فهم الرسالة هناك ان خلال هذا الشهر التحدي انه تنجز اللي تريد ان تنجزه في حياتك ممزين تنجز اهدافك هذي اللي ابتدين فيها خلال هذا الشهر ولكن من دون ان تعتمد على احد ما يكون في اعتماد على البشر العنصر البشري رح ينسحب من تحتك يو برج الحمل خلال هذا الشهر اعتمادك الوحيد على الله وعلى نفسك طاقة العون لك العون هو عكس التحدي اوكي شو اللي راح يعاونك خلال هذا الشهر التحدي جديد مهمة جديدة عشان تدي ما عندنا ملك طلع عندك امير امير الصحراء البيئة رح تكون صعبة ولكن انت رح تكون مثل الصبار بعرف الصبارة والش يسمونه النبات الشوكي اللي يستطيع انه يصمد في اصعب واحلك الظروف لما الكل لما الكل خلاص يستسلم يقول ما اقدر او يبتدي يتعب انت ظل واقف منتصل القوة اللي تحتاجها الطاقة اللي تحتاجها العون من الله سبحانه وتعالى رح يكون متوفى خلال هذا الشهر وما انحطيت في هذه الظروف المختلفة مو صعبة اشوف ان شهر سبتمبر ما رح يكون صعب رح يكون لذيذ باختلافة مختلف اوكي واعتماد كفية على نفسك لانهني يقول لك سورفايفل وفوس براميسز سورفايفل اهو غريزة النجاة وفوس براميسز اهو الناس اللي هني شربوا معاك شاي او كوب من القهوة يوم من الايام وعدوك ان رح يكونون موجودين عشان يصندونك هادلين اللي راح اوكي اما يبخلون عنك اما تصير ظروف وتبعتكم عن بعض وتبطر انك ظل واقف تشيل المسئولية مسئولية شي مسئولية اطفال مسئولية بزنس مسئولية اسرة مسئولية شي كبير في حياتك اوكي قراراتك الخاصة حتى انت اللي راح تبطر هني تشيلها وبروحك خلال هذا الشهر اوكي وانت على قد المسئولية انت قدر عندك كل ما تحتاجه من خبرة وارادة وحتى طاقة تقدر تنفذ هذا الشي بدون الناس هذه هي طاقة العون خلا نشوف المفاجأة لك سفة الاكواب راح تلتقي ب احد المعارف او احد الاصدقاء القديمين اللي يرجعون لوقت الطفولة نزيل لان عندنا هاي بعد اخص شي من ايام الطفولة راح تلتقي او ترجع انت نفسك ترجع للطفل اللي كنت قبل الفترة طويلة يمكن حين انت صرت يا برج الحمل شكاك في الناس او مثلا صعب انك تثق في الناس بسبب الظروف صار عندك نوع من التشاؤم صرت وايد واقعي وتأظر اللي صار معاك خلال هاي الشهر المفاجأ لك انه راح تلتقي بشخص او صير موقف الموقف ممكن يكون في غلط قديم يذكرك بايام طفولتك لعبة قديمة مثلا تشوفها تقول هاي اللعبة اللي كنا اللعب فيها لما كنا صغار مسلسل كرتوني تشوفها راح يرجعك الى انا من كنت قبل كين هش وشرة في حياتي ما تصير راح يكون شعور جدا جميل تحس ان انت رجعت الى نفسك مش رط انك رجعت لشخص من الماضي او حتى لصديق ممكن ممكن لان هذا شي من الماضي يرجعلك ممكن نفسك او حتى شخص ثاني انت انتظر قدومة انت كان لك الكثير من الاوقات